موسيقى مشاهدين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاة وبصحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن مرحبك يا شيخنا أهلا بارك فيها ورحبكم مشاهدين من جديد وأنتم تتابعون هذه الحلقة اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا له آثار كبيرة جدا على حياتنا المجتمعية فحينما يغيب الضمير والوازع الديني تنتشر في المجتمع الظواهر والسلوكيات غير أخلاقية كثيرة منها الرشوة والرشوة هي الشكل من أشكال الفساد المالي وفساد الذمم التي تعاني منها المجتمعات المختلفة ومنها المجتمعات العربية والإسلامية كيف نظر الإسلام إلى الرشوة وما هو مفهومها في الإسلام وما هي آثارها السالبة على المجتمع نحن نفتح هذا الموضوع مع شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن لأننا نعايش أحداث وحقائق في مجتمعنا السوداني كثير من الناس الآن يلجأون إلى ممارسة هذا النوع من الفساد الأخلاقي إذا كان عامل أو معمول له أو طالب خدمة كلنا شركاء في هذا العمل ليتنا نتحدث بالتفصيل عن كيف رب الإسلام أنفسنا وأخلاقنا حتى نكون بعيدين عن هذه الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه وسلم وما بعد هو الحي أن عرف الرشوة في الشرع اسم هدايا العمال واسم الغلول قال تعالى وما كان لنبيا أن يغل ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة والغلول هو أخذ شيء من المال العام خفية وسبب نزول الآية دي أنه فيه بعد انتهوا من معركة غزو من الغزوات ابتدوا لما الغنائب نمجي فوزعوها لقوا شملة ناقصة شملة تقدر تقول عباية جلابية أي حي ناقصة بعدك المنافقين طلوا عشاءة أنه الرسول أخده ونزلت الآية قال تعالى وما كان لنبيا أن يغل ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة يعني لا يصح ولا يليق بمقام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل توزيعها وإن يأخذ حاجة من الغنيمة قبل توزيعها يقش هاي لهم القيامة يبقى دي السمن الغلول وفيه اللي هي هدايا العمال وهدايا العمال العامل في الشرع يطلق من الفراشة اللي ينظف المكتب لغاية الرئيس العام كلهم سمن عمال لكن الرئيس العام سمن أمير المؤمنين الباقي هنا تحدد كلهم عمال ولذلك فيه الباب باب تحريم هدايا العمال باب تحريم هدايا العمال يعني يحرم على الآمل الموظف أن يأخذ شيء أثناء الخنة بتاعته ومقابل عمله ده بدون وشي حق هدي الرشوة وهدايا الهنة والغلو طيب العامل التي كنت ممنوع يشيل هدية مقابل العمل نعرف المؤسسة في حوافز العمل الشاطر الدهدية الذي الحوافز دي براها يجوز لرئيس الجمهورية الوالي المعتمد كده يدي حوافز في حسب اللوائع والنصب الإدارية ما فيه قوانين وفيه لوائع وفيه نظم دائرية وفنية في الحالة دي ما يزيد من اللوائع الموجودة يدي في النطاق ده يجوز للحاكمين يدي هدايا للناس المتفوقين جو ضيوف من الأغالي مكرمون يولون حاجة باردة وكلها مواردة في اللوائع والنظم الإدارية لكن الشيء اللي هو مقابل أداء عمل يقوم يدي مال كده بدوه لا لوائع ولا شيء خفية نعم طيب دي الآن يا شيخنا هي موجودة عندنا نحنا كثيرا الناس الشعب السوداني الشعبي بيلجأ ليها أحيانا نقول وما يفصل طبعا عن المجتمعات الأخرى لكن نحنا ملاحظين يعني مشكلات مشاهدتنا إنه أنا لو عادي خدمة من جهة حكومية أو شركة أو أي جهة بمشي وممكن أكون بدي هدية لعامل أو الموظف عشان نسرع لي الخدمة دي لا لا ما تديه خالص أثناء العمل أثناء العمل ما دمني نديته طوالي بيحس إنك هديته عشان نجيز لك عمل أقدام أي ما تديه وحتى لو طلب ما تديه لأنه نديته زي ما لعن الله الراش والمرتش والوصير يقول لا ما نديه المطلوب أي عمل أنا بأخذ من موظف عامل أبأخذ مرتب شهري أو سنوة أو كده يبقى مرتب إذا ما أخذ أي حاجة زيادة عليه بطير قير إلي دينات عن طريق المشروع لكن يجي مقابلين نديه عمل قامل داني هدية قالي دا هدية لا يعني دا أقول لك باب تحريم هداي العمال يبقى ممنوع أي حاجة مقابل العمل دا ما أخذه طيب أنا لو مضطر يعني عندي خدمة ضرورية دا لعن أنجزة وهو العمال دا يمكن أن يكون الجهة اللي يتراغبون ضعيفة أنا أعمل شنو في حال دي دي؟ في الحال دي بل طبعا هنا دا بعض النتب يتحجي بل كان ما قلته دا يقول لك أنا مرتبه ضعيف وما بيكفي وهنا كده كده لا أنت ما موقع عمل في المصلحة أنت لما يجينا شاقلك في المصلحة نديك شاقلك في الوظيفة كده مقابل الوظيفة دينك تدينا العمل الفلاني نديك مرتب كده حافز كده هنا إجازة سنوية كده دا كله موجود في اللوائح والريضيب دا الكلام دا الرديد يبقى الطرف الأول دا الطرف الثاني الطرف الأول من دوم المصلحة الطرف الثاني العامل أو الموظف اتفقت على كده خلاص يبقى ما أخذ أي مبلغ زائد عن مرتبه أثناء عمله أو في مدام ما نشغل في العمل حتى ولو جاب ليه هدية في البيت ما أقبله مدام جهدي مقابل أداء العمل دا ما أقبل دا اللي هي ممنوعة طي فرضنا زي ما ذكرتها الجميل دا شوية يحدين يتحاجئ يقولوا المرتب ما بيكفي وكده لا ما بيخاله خلاص عنهي عقده العمل يقدم استغالتها باب الرزق مفتوح يقدم شوية المرتب اللي ما يكفي وكده ما الحجاء يقول مرتب ما بيكفي أنا أخذ كده لا يقدم استغالتها في ناس رأسمالية كبار يا شيخنا كبار جدا عندهم ما كتير وعندهم أعمال ومصالح كبيرة بتضعطل في الحكومة أو في الدولة أو في المؤسسات أو في أي شركة مثلا أنا دار أنجز عملي دا تاجر كبير بسرعة وعنده موظفين دي أنا بديهم الحاجة دي يعني لا لا ما تديهم الحاجة دي ممكن انت حيقدمونك عمل ممكن الحاجة تقدم عمل العمل دا يا مثلا المغاولة يا عطاء يا كده ممكن انت ديال العمل لك ينشتفع أن أرفع لك العطاء انت ترفع العطاء عشان إن إحنا نديك العناية نجز لك عملها لكن نديك مقابل وكده مجابة طيب في موظفين عديدين موظفين في الدولة عديدين يمسكوا الورق وآخروه بقصد إنك تدفع لهم بقصد إنك تدفع لهم يعني لو ما دفعتها ورق دا ما بينجزوا لهم طبعا الكلام دي همادرين لكن هنطرنا لأمام الشيخ أبو زهر الكبير من كبار وعنده العرضاوي قلت لهم إنه إذا كانت عندك حي عن موظف وما في طريق عن ورقك سليم 100% ما عندك كاي نقص في الورقة اللي قدمت لها 100% ورقك دا جاهز ومجهز بس شنو الموظف عدت في الدرجة وقال لك تعال بكرة تعال بعد بكرة تعال بكرة تعال بعد بكرة هذول دا ما ورقك سليم قالوا في الحال ادي له قديته يعتبر رشوة لكن حرام عليه وانت ما عندك ذلك انت أصبحت متطريعان دا دا حق أبو ما يديك إياه لما تكمل كل الفرص اي اي بقى تكمل كل الفرص بعد خال قلت الروب كت قالوا ما قدر يديك على كده قال الشيخين ديلا جوزوا الكلام دا في حالة الضرورة وعندك حق ما فيه لف ولا دوران ورقي سليم بس دا دا بيعاكس نه ما در يديني ورقي دا طيب نحن حقو نرشد الناس لأنه نقول حرمة الرشوة ذاتها المثالي محرمة أيو الزل بيتركه خوفا من الله أجل عظيم ولذلك نقرأ الحديث عن عياذ بن حمار المجاشعية رضي الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة زو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل زي قرب ومسلم وعفيف متعفف زعيان رواه مسلم شوى الثلاثة دين بيتصب بواحدة من السبات الثلاثة لكون ملاء الجنة أول واحد دين قال زو سلطان متصدق موفق سلطان معناتك الحاكم يشمل الحاكم العام ويشمل الوزراء والمدراء والمعتمدين والمقالة الوزارات كل يشمل موظفين دين ها ديلا زول ادى عمل بهمة بنشاط بحيث انه ربنا رقيب عليه ويوم القيامة حيسعله عن عمل دا وخاف من الله ادى عمل دا بهمة بنشاط بإتقانه بإخلاص ما أخذ أي مال غزايد منتبه دا هذه كم من أهل الجنة زو سلطان مقصط متصدق موفق الزول التاني ورجل رحيم رقيق القلب لكل زي قربه ومسلم زول في قلبه في رحمة يحب الخيل اخوان المسلمين عامة اللي قريبه خاصة يعتب عليهم في قلبه في رحمة يشفق عليهم حنين عليهم يفر قلباتهم حلح المشاكل حزب الطعب دا من أهل الجنة زولنا التالت دا وقال ورجل عفيف متعفف زعياء عفيف ما بيمدده للمال الخاص العام عفيف متعفف لقى المال السائب قدام في إمكانه يشيلوا وما في ذول شايفه إلا الله تركوا خوفا من الله طيب يقول تركوا خوفا من الله زولنا ما محتاج للمال دا غنياء لا قال ذو عيال معناته ذول موظف عنده عيال في البيت مرته عشين بمتلفور ولقى المال السائب قدام في إمكانه يشيل يقنق باليدات الدين لكن تركوا خوفا من الله هذا من أهل الجنة ورجل عفيف متعفف زعياء عفيف ما بيأخذ المال العام متعفف لقى المال العام في إمكانه يشيل موظف اللي بيكشفه لاش وعنده عيال في البيت ما حتى عجيله يقوط الضروري ترك المال دا خوفا من الله ما دام تركه خوفا من الدخل الجنة دتا من الجنة نعم سبحان الله طيب نحن من هذا الباب دا ترغيب طبعا الآن نحن برغيب الناس لأعمال الخير طيب كيف يعني نحذر الناس من عواقب الرشوة طبعا المال الحرام دا قلت اسهب الحرام حيث أتى وكل اللحم النبتة أو كل اللحم النبتة من سحتي في النار وأولابه الزوء اللي اكتفت قال الحلالة الخسبة الحلال دا ربنا يباركوا لزوء أكل منه وربنا ينفعوا رب وليدات وليده يطلع هناك حين إن شاء الله ويوم الغيام يكون الحساب بسيط لأن يوم الغيام كان ورد في نص القرآن ومن يغلل يأتي بمغلة يوم الغيام وعن عدي من عميرة الكندي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على أمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم الغيام هذا الحديث صحيح مثل من استعملناه منكم على أمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يوم الغيام معنات موظف أخذ من المال العام ما يساوي تمن الليبري الليبري بك كم تده خمسة جنيه قد ديك عشرين الليبري تمن إبري شاهله من المال العام يوم الغيام شاهله صحابة جدا أخوانا يعني نحن نصيحة نقدمه لأخواننا الوزراء والحكومة الجديدة دي يعني تعف تكون عفيفين من المال العام أي أحرصوا دي أمانة وربنا بسألكم يوم الغيامة وأي يجريش تشيله من المال العام تي تشيله يوم الغيامة فضيح للزويل يعني تفضح هذا بقى لا الزويل اللي اكتف بالحلال ده ربنا يبارك ليك واليام قار و السنين جار و كله شوف يعني لعندي نصيحة نقدمه حوانا الحكام الجدل و كل العلاة و لنهاية دي خليكن عفيفين أدعا ملككن بيهمة بنشاط بإتقان بإخلاص وتذكر أنك يوم الغيامة حتى يجيب قدام ملك المقاهرة الجبابرة يسعلك من الصغير والكبير عن عملك كما جعل أبي برزة البلوي رضي الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسعل عن ماله من أين اكتسبه و فيما أنفقه و عن علمه بشيء ما فعليه و عن عمره فيما أبناه أيضا كله يسأل عنه يوم الغيامة يبقى نحذر السؤال قال إنه ربنا يسألك يسألك ما أنا كده ربنا هو ملك الملوك ما منكم من أحد إلا يسأل يعني كل دول يسأله ربنا يوم الغيامة طيب يا شيخنا حقيقة أممكن يكون في كثير من الناس الآن تعودوا على هذه المسألة إذا كان موظفين دولة أو موظفين شركات يدعودوا على أنه يكونوا من المرتشين كيف يتوبوا و كيف يتخلصوا من هذه المسألة حتى أنه يعيدوا للطريقة الصحية أعتقد أنه إن شاء الله تكون دي فرصة لكل دول مرتشي أو على الأقل حاسي أنه ارتشى كيف يتخلص منها طيب باب التوبة مفتوح قال تعالى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى إِنِّي لَغَفَّارٌ غَفَّار صيغط مبالغة كثيرا مغفرة مغفرة بعد مغفرة لمن تاب وآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى باب التوبة مفتوح والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني باب التوبة مفتوح لكل إنسان ما دام يروح موسطة الغرغرة موسطة الغرغرة باب التوبة ينقفي اهي ده باب التوبة مفتوح ممكن نزول يتوب توبة نصوح يوقف الرشوة دي تاني ما يقود رشوة خالص من المال العام خالص وبعدين كذا عنده شيء يرجعه ما عنده شيء يساوش نوع يتوب توبة نصوح ربنا تعالى تعالى من خير بي وعلى أهم طيب في ناس ممكن لكون منوا منا بيوت وفي ناس ممكن لكون غروا منا وليداتهم وكبروا وهم ذاتهم عرّسوا ما شاء الله الحكاية دي كيف الإنسان يتجاوزها واستقر منها؟ دا ثمان برضو البعض نقول ما يسمى الرحمة الله تباره وتعالى برضو يصدق بنالوا عمارهم العمار دي مأجرة شيقك ممكن يصدق ضلع ساعد الأيتام الأرامل المساكين وكده وكده أو إذا قدر يرجح شيء إذا كم من المال العام يرجع للخزينة العامة ما في مانع كده يعني بابتهم مفتوح يعني طيب برضو كمان دي الناس اللي برتشوا الناس الراشين ذاتهم هم ممكن يكونوا الغالبية العامة وهما الناس اللي بيخلوا الموظفين الصوار دي يجبروهم على إنه يمارسوا هذا الدور كبار التجار الرأس المالي الكبار هم العربات بكون لهم دور كبير جدا في المسألة دي برضو ورد في الحديث الآن الله الراش والمرتش والوسيط الراش بيته المرتش والوسيط بينات المرتش والوسيط بيناتهم عامل كده لما يجب لها يجب لها كده يبقى دو كلها ممنوعه يعني خالص طيب ناخد معنا اول مكالمة من امراوية الفتحة مرحبا يا امراوية هلو اهلا وسهلا يا امراوية هلو 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 اهلا وسهلا وعليكم السلام وعليكم السلام صوتك بعيد شوية هلو 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 فضلي هل تسمعين من التلفزيون امراوية هلو هلو هل تسمعين من التلفزيون ارجو انك تبعد او توطي صوت التلفزيون كما انك تبعد بومنت مفيدوا ال RC صوتك بعيد معنا يومراوية انا معكم سلام هلو مرحبا اشترك من طريق التحسين لطفال أ Soviet تحسين correct � الآيات والآيوه طيب ترين لك سؤال يوم راوية نعم ما سامع ما سامعك هنا في الكلام الأخير طيب مع ريش طيب عمر هي بتسأل من تحسين الأطفال طيب أطفال صغار ديلا ممكن نزولوا جنبهن يقرى لهم صورة الفاتحة قلوه الله وحد ألعوذ رب الفاتحة ألعوذ رب الناس أو يقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر كله هامة ولامة بسم الله الرحمن الرحيم حصنتكم بل حي القيوم الذي لا يموت أبداً ودفحت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويقول الأياد كلها وأدعية إن شاء الله رب يحفظنا والله خير حافظاً وأرحم الراحيم نعم إن شاء الله تكون وضحت لك الصورة يا أمراوية طيب لو رجعنا إلى موضوعنا ثاني في يعني وجه شبه بين الرشوة والعمولة يعني في زول بيشتغل مقابل دخله وياخد عمولة يعني بالفايدة يعني طبعا نزول ما موظف ودارين يجي يصلح إلينا حيات في الكهرباء في الهناي دينا قمنا قاوله المسؤولة قلنا ها تركبنا لأ حيات دي بيكمل والمكتب دي بيكمل والجازات بيكمل نقابل يتفق معاه طبعنا عمي مبلغ معين حتى ممكن نقول خفض لنا خفض لنا خفض لنا خفض لنا خفض يتفقنا يمبلغ ندي مبلغ دكك على شرط يؤدي العمل حسب الشروط بعد ما ندي العمل ندي مرتبه ندي سفع عمولها لانه عشت مقابل شغله دالي دول ما موظف شغالي دول عمل من برا كهربجي حداد نجيان اي حاجة كده نصل لحيات للمكتب ندي حقه طيب في كتير من المؤسسات الان تشتغل في انه نقول لك والله بدي عمل مع ناس من برا ما من المؤسسة يجيبوا عمل اه مثلا اعلان تجاري ويديك منه نسبة كم في المية او تجيب لي مثلا تخدمي تجيب لي مثلا مضاعمة برا انا ديك منها خدمة او مقابل يعان نسبة كم فيها لا حسب اللوايح والنظمة الادارية بتاعت المصلحة مصلحة عندها شغل اداري فني تد كده وتاخل كده كل ده مصوص في اللوايح بس تزور الشنو ما يخالف اللوايح والنظمة الادارية والفنية بتاعت المصلحة اي اعمل تبقى موجود في الغانوشي لتطبق ما موجود ما نطبقه اي متفق عليه داخل المؤسسة اي 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 طيب سنعود اليكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى هذه الحلقة باي صحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد احمد حسن بدأنا حديثنا حقيتنا تحدث عن الرشوة واثر السالب على مجتمعاتنا وكيف الانسان يبعد من هذه الرشوة لانه لها اثار سالبة جدا على حياتنا المجتمعية وحياتنا حتى على مسواء الاسرة ويمكن يكون المال الحرام بيجلب كثير من المشاكل للانسان وليه كثير من المشاكل النفسية على الزهول للضغط النفسي غيره من الاثار الثانية من امراضه غيره طيب احنا نذكر معنا قصة شهيرة لابن الولتيبية ياريت لو ذكرناها هنا في هذا المقام هذه قصة اسمها قصة ابن الوتويبية ابن الوتويبية دا واحد من الصحابة رسلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لقبائل العرب يجي منهم زكاة المال ومشا هناك قال ليه هنا منذوب الرسول عليه الصلاة والسلام يجي دا اجمع منه كون الزكاة طوال قاموا جابوا زكاة مالهم وجمعوا عباها ويجهزوا اي شيء وخلا الزهر يتحرق عشان يجي للنبي عليه الصلاة والسلام قاموا ادوه هدية قالوا يلدال في عبينا ليك دا كله مال الزكاة لكن دا هدية من عنده ليك لا من الزكاة لي من غير هدية من عنده ليك استلم لما نزل الحاجات كله بتحت الزكاة قال للنبي هذا مالكم وهذه هدية اهدية لي الرسول عليه الصلاة والسلام طوال طلع المنبر خطب فانما بالوه العامل ارسله قل هذا مالكم وهذه هدية اهدية لي احفلا جلسة في بيتي ابيك وامك تنظر ايوه دا اليك ام لا يعني انت الهدية دي جاتك بسبب عملنا دا لو كان قعدت في بيتك وبيت امك وابوك كان بتجيك الهدية دي مام تجيك ما دام جاتك بسبب عملنا يبقى دي غلول مالقيامة نعم نعم لذلك ان شاء الله يستفيد من هذه التجربة لكن عندنا امثلة كثيرة جديدة من هذا الموضوع سنرجع لانتاني ان شاء الله معانا ام محمد من شرق النيل مرحب يا ام محمد مرحبا ام محمد اهلا وسهلا مرحبا تفضلي اها تفضلي قوليو محمد من سرق النيل معاو اهلا وسهلا مرحبا يلا نتكلم عن الميراث عن شينو عن الميراث الميراث ايوا ما الو الميراث انا ابونا متوفي ونتكلم عن الميراث سوية ابوكم متوفي ونترك لكم ورثة كثيرة اها تفضلي انا ترى ارى انا ترى انا تشوفي الناب انتو تلاثة بنات او لا اولاد نحن أولاد أولاد نعم أربعة بنات وثلاثة أولاد وثلاثة أولاد قسمت الورثة أو لم تنتظروا يعني الرؤى لن ترى وعندما تحسروا نحن نجعل الشيخ يجعلنا كلام عام والخطوات الأولى سوف تعملوا شكرا لكم عندهم هم ما شاء الله أربع بنات وثلاثة أولاد والدهم يتوفر ربنا يرحموا وإن شاء الله تقبلوا أبو الحسن ويعني وعندهم ورثة دارين نشوف الخطوة الأولى أولا أن الميراز لنظام دقيق ربنا تبارك وتعلموا قدرته وعظمته ما تركوا للنبي ولا تركوا للعلماء وزعوا في ثلاثة آيات في القرآن ثلاثة آيات ما من أطلع أعوذ للآيات الطويلة في ثلاثة آيات الآية رغم 11 و12 و176 من سورة النساء أي زول إنه نصيب موزح في الثلاثة آيات دي بطريقة فنية أسهلت العلماء بحكمة ربنا التوزيع المياه أي زول إنه نصيب موزح في الثلاثة آيات دي وبعدين قدت تحزين الشديد في الآية رغم 14 اللي قال تعالى وَمَا يَحْصِلَّاهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالداً فيها وله عذاب مهين العلماء قالوا ده وعيد وإنذار شديد لذول اللي يحرم أخوه المستحق من الميراس أو يزود من الحق الشرعي ربنا شرعوا ليه أو ينقص أي لكلها أو ينقص أو يحرم أخواته منه والحاجة اللي قاعد تحصل تجينا أسهلة كثيراً في الموضوع ده كثيراً من الأبناء بعد اللبه يموت يحصلوا تركها يستولوا عليها الأولاد ما بيدوا أخواتهم وقل أخواتنا من الزويات نديهم نقولوا شابون نمشي لأزواجهم لما حق شرعي أي وربنا اللي قالوا يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنسيين أنت مجرد المطلوب عشان نحن نطب شرع الله في الميراس مجرد أبونا مات أمنا مات الطوال لنتقبل العزام من الله الوجيران نمرأ اثنين نحصل التريكة نسدد الدين إذا كان أبونا أمنا علي الدين نسدده والدين ده مهم جداً نسدد الدين نمرأ ثلاثة نشوف إذا كان فيه وصية بشروطة ننفذها والوصية هي ما تزيد من تلت الماء ومات كل واحد من الوراس أنه هنا رسول عليه الصلاة والسلام قال لا وصية الوارس ومات تزيد من التلت زادت من التلت يبقى ضرار في الوصية ووصلي واحد من الوراس قال أدو ولدي البيت الفلاني والباقي تقسمه ده يضررش فالليسين ما يتنفذ أي قال أحرم البنات أدو الولاد ما ينفذ ننفذ أمر الله حصلنا التريكة طوال بعد كده نقوم نبيع البيت أو نقسم إذا كان أرضا كان قلوش نقسم وكل لزول ندي حقه ما نقص ذول من حقه ولا نزوده ولا نحرمه أي ده نظام دقيق نفذه ضد الأصل عمنا كده نأخذ المال لربنا لدانيه ده ربنا يبارك لينا وأدينا شرع الله أي ده الميرات بعدك هسا بنسمع ناس كثيرين بفلتوا يقولوا نحساوي المرأة مع الرجو في الميراس وبعدين ده شرع الله البضاد ربنا في حكمه ربنا أنزره بوعيد شديد الزول يقول يعني ساوي المرأة مع الرجو في الميرال ده يعني معناته ضاد ربنا في حكمه عارض حكم الملك الملوق وجل وعيد الشديد في الآية رغم 14 قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين خالد في نار جهنم وكم من جوه نار جهنم الملكة الغلاظة الشداد تيهينه تزل أي لأنه ضاد ربنا في حكمه يبقى نصيح أن أكرر لي لأخوان الميرال ده نظام دقيق وكل العلماء حذروا تحذير شديد في نظام الميرال ده تأب وتوزعه كما ورد في الشرعي بطبق الأصل لتزود ده لقبق لدع تونكر ده طيب نعود إلى أختنا أو محمد دار ثاني إن شاء الله لو في زمن معنا محمد من شمال كردوفان مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد عليكم السلام مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد أيضا من شخص كردوفان نعم فضل نعم يا محمد محمد معنا يا محمد من شمال كردفان محمد يبدو نحن بنعاني من بعض المشاكل الفنية في الهاتف يبدو أن الشبكة مع كويسة هو يبدو أنه حسب كلام الوصلي من المخرج أنه تارك تحلس عن تارك الصلاة عقوبة تارك الصلاة تارك الصلاة طبعا عقوبة شديدة لأن الصلاة هي أعظم فريضة في الإسلام وشوف الصيام مرة في السنة يقول عنده سكر عنده كله يطعم ما عنده عفو الله عنه الزكاة مرة في السنة فقير ندي من الزكاة الحاج مرة في العمر ما عنده حق الحاج عفو الله عنه كيف شوفه الصلاة خمسة مرات في اليوم كله العلم أجمعه على أن الصلاة ما بتزقط من المسلم المكلف لا لما عوله موجود تزقط منه بيتين في حالتين اثنين حالة ولاين بيقوا مجنون حالة التأنيق ما عليه دخلوه عملية عشرة ساعات ما بنج فاق من البنج المرض عليه ما بنج ما يقضيه يبدو يقضي من فاقه مضبح مجرح لازم يصل وهي الصلاة بتحفظ الإيمان من الضياء ولذلك كل العلم بيقول عندنا قولة مشهورة فإذا ضاعت الصلاة ضاعت دين كله لا حالة وربنا شبه لينا في قال قال في جزء من الحديث طويل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة شبه لينا الصلاة بالعوامير والإسلام بيستقف يبقى أسا عمارة عوامدها ثابتة يبقى أن يطلع لي فوق مطمئن لكن العمارة لما هندسين قالوا فيها كلام يبقى العمارة ده معنا تتلقى مش كده يبقى ينشبه لينا الصلاة بالعوامير والإسلام بيستقف مكمنات لي بعض أي إذا ضاع واحد فيهم ضاع التاني وإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين إذا ضاع الدين ضاعت الصلاة وهكذا يبقى ولذلك نصيحة لإخواننا وخاصة كده اليومين دي كده في فتور في تراخي شوي في التمسك بالدين أخوانا هدى نعمة اليمن دي أعظم نعمة في الوجود أعظم نعمة في الوجود ونحنا كلنا فاتحنا بمنا عن النعمة النعمة لابد نقر نحتر بها ونحتز بها ونحافظ عليها قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه لنفسه وأرسل به أشرف رسوله وأنزل به أعظم كتبه ولا يغبل من أي إنسان عبادة تأتي عن طريق قير طريق الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وربنا ما محتاج لعبادتنا ولا لصلاة قال تعالى في الحدوث الغدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا ربنا هو الغني الحميد نحن المحتاجين ليه من قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أسأف عليها ولذلك نصيح لكل أخواننا وخواتنا نعمة لمن ما تهم بشواء أخوان ما تهم بشوه ودعني تتأكد منه أقرأ القرآن شوفوا ما أعداه الله تعالى لعباد المؤمنين الطائعين وما أعداه لعباد الكفر المشركين الملحدين ونتسمح لي أقرأ لي آية واحدة نعم فضل آية قال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرة وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعي اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا الآية معناته أن يوم القيام الكافر المشرك الملحدة يدخلوا في زنزانات كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي محمد بيدي إنهم ليستكروا هنا في النار كما يستكره الوتد في الحائط معناته يدخل الكافر الكافر بالقرآن وكفر بيوم الغيامة ده في الزنزانات الزنزانات دي وانكترت ما ضيقه زي ما أنت تجيب المسوار تخطه في الحيط بحديثة الفندو لت لت تضرب تدخل يدخل الزلده جوه يتبرشم بيقابه يتصور المنظر ده جوه نار جهنم الحرارة قد مرد بني سبعين مر لا يموت يستريح ولا يحيا كريم أخوان ما نضيع النعمة دي نعمة نحافظ عاليا نعم نعم طيب معنا أم عبدو من كسلة مرحبا يا أم عبدو أهلا وسهلا أم عبدو معنا من كسلة ألو عموما يبدو أنه كما ذكرت قبل شوي أنه في مشكلة لدينا في الاتصالات لكن يبدو أنه معبدو عندها سؤال حسب ما ورد إلي من الكنترول أنه بتسأل عن طلاق الثلاثة زوجها طلقها ثلاثة وقال ما كان قاصد طاق لا ما كان قاصد لا ما بينفع هنا العلماء قالوا الطلاق يقع باللفظة الصريحة المنجز أنت طالق أو ما طلق أو ما سرحة وقالوا إذا نطق لزوجته مباشرة كده وقالوا قال أنا ما كنت قاصد ما قا خارجه لأن الطلاق يقبل لفظة أي زول نوة يطلق زوجته غير رأيه طلاقه ما بيقع شوف إنما العمال بالنيا لكن ما لفظ لكن شوف العمال بالنية لكن الطلاق اللفظة يقع باللفظة ما بيقع بالنية يعني بالنية بدون لفظ زول نوة صمم قال أنا أول ما أمشي البيت دي زعلتني و سويت لي أول ما تفتح ليه باب الحوش أقول له أنت طالق أول ما فتحت له باب الحوش شمر حتى الشيء قال هنا قام غير رأيه الطلاقه ما بيقع لكنه قال لزوجته أنت طالق بعده قال أنا ما قاصد ما بيخارجه وقعت الطالق ووقعت الطالق طيب لو قال ليه طالق بالثلاثة ده يعتبر طلاق واحد طب ما ما قرد عليه الفتوى لو أنه في الآن وفي قانو حوال الشخصي المعمل في جميع محاكم السودان إنه لو بالثلاثة يقع طالق واحدة النصف المادة 130 وقل شنو الطلاق المخترم بالعدد يقع طالق واحدة ريئية الطلاق المخترم بالعدد قال أنت طالق سكين طالق مية طالق ألف يقع طالق واحدة طيب عنا شيما أيضا من المناقل مرحبا يا شيما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيء بدأني سؤالي في جميع أها أيوة نعم نعم نحن لا أعرف ما قدرنا سمع كويس السلطة بيجينا بعيد خالص يا شيما نعم يعني باكتباء ونين حد عائلة المراسة عمدت أولاد المرأة الثولة أيوة الأولاد المرأة الثولة يعني المراسة ما يقدم قال الله يا خانا ما صعب يا كاريلا عرفت أنه انت عندك مشكلة في الميراس ومشيت المحكمة صح؟ 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 أم لا صح يا شيما حسب الكلام اللينا تفهمتوا يعني نعم كده نصيحة عامة للناس اللي بيتشاكلوا في الميراس يا شيخنا ونصروا المحكمة ذكرنا مدة شوية النظام دقيق ربنا تولى توزيع ما تركه للنبي ولا تركه للعلماء وحذر تحذير شديد في جولة اللي بيتهاون في الميراس يحرم أخوه أو ينقصه أو كده في الآية رغم 14 قال تعالى وَمَا يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خالدًا فيها وَلَهُ عَذَابُهُ مَهِينَ العاية دي العلم قالوا الزولة بيحرم أخوه من نصيبه في الميراس أو يزوده أو ينقصه وبعدك إذا اختلفوا الوراس يمشوا المحكمة المحكمة تسيير العقار ده العمارة دي أو البيت ده توشك اللقنة اللقنة تقيم البيت ده كشوف الزول بيشتري البيشتري قالها حيشتري يمشي قدام المحكمة يوقع البيع ويرد القروج للمحكمة المحكمة تخذ للقروج عندها وتقولوا جابوا ليه الوراس جابوا لي الوراس كل زول يديه الظريب حقه فيه إيده كل زول يديه حقه فيه الولد ما يديه لأمه كل زول يديه حقه فيه إيده ده الطريقة الصحيحة نعم نعم طيب وردنا من الكنترول أيضا سؤال شيماء الماس معناه خويس قالت عندهم مثلا راجل مزدوج مرتين تقفى وترفيهم ميراس أولاد المرة الكبيرة قالوا مدارينا المنازة خلنا لأولادنا أول الأخوان الصغار بعد فترة غيروا رايهم قالوا نحنا نطينا من كلامنا طيب اعملش فترة الحديثة العائد في هبته كالكلب يغي ثم يريد في قيئه يعني وصف ليك الزول به دهدية لزول ويقض راجع عنه وصف ليه الكلب وقال له عظم يطرش وقام رجع يأكل العظم ده 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 قالوا ده يحرم إنك إنك ترجع في هبتك هم الجنات ده الميراس ده حقهم قالوا نحنا خلينا حقه لأخواننا صغار يبعد ذاك تراجع هاي خلاس ممكن يقسموا لي الميراس ما بما يزغط يعني إذا تراجعوا خلاس يعدوا حقهم بس ما يحرموا أخوانهم من حقهم الشريع يقاسهم بيناتهم والميراس ده دول يعني ما يقولين ما دايروا يعني حقك يا تعفية تاخده لكن ما ترفض نعم طيب لو رجعنا قبيل لكلام أم محمد قالت هم أربع بنات وثلاثة أولاد يعني في حالة زي دي لو كان الميراس محصور كيف يوزعه طبعا نتذكر الوضع ساهل إذا كان اللبو ميت واللوم ميتين والولاد ديل اللبو دا صاحب المال المتوفي ما عنده زوجة تاني ولا شيء بس عنده الولاد ديل والبناء هو التوزيح ساهل للذكر مثل حظة نمسية يقسمون له اللوت كومين البيت كوم اللوت كومين البيت كوم اللومة كان حي ياخد التمن حقها اللوم تاخد التمن إذا كان اللوم إذا كان الزوجة موجودة تاخد السودس على صف العظيم التمن اللوم تاخد السودس إذا كانت حية اللبو ياخد السودس قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السودس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورسه أبواه ولأمه السودس فإن كان له إخوة ولأمه السودس شاهدنا صيب اللوم مرات وصلت تلت مرات وصلت السودس يعني أنت لما تقرأ أهل الميراس وتدخل الميراس تتحير نظام دقيق في غيث الدقة المتناهية حير العلماء ملك الملوك سبحانه وتعالى طيب معنا أيضا مكالمة من الكاملين معنا أليس مرحبا يا أليس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سمعك ممكن نكلم السيخ سيخ سيخ بإليك نعم تفضلي الآن الشيخ يسمعك الآن يا شيخ نعم أحبنا تحبنا تفضلي معك الشيخ طالب الدعاء طالب الدعاء نعم إن شاء الله رقم الشيخ بتقليوه عند الكنترول قبل ما تكفي للخط وإن شاء الله الشيخ يدوليك يا دوائر الإسلامية شيخ نكيداد عبدالله إن شاء الله ربنا نحفظ إن شاء الله وفي الكوبة إن شاء الله لو مقروبة أو مريضة إن شاء الله ربنا نشفيها ونشفي الجميع مرضى المسلمين إن شاء الله طيب نحن حقيقة عندنا خارج الحلقة وحق خارج الموضوع عندنا ذول بيسأل عن زكاة السمسم وإحنا في اليومين دي السمسم خالت غرب بعض المناطق طبعا رغم أن الخريف كان كتير لكن خلاص دا الموسم تعالي تاج غرب خلاص السمسم طبعا هي دا للزكاة ومن يطلع مطري طبعا مطري اللي هي العشرة العشرة المحصولة يطلعوا سمسم إذا جمن دم الزكاة بتاع المنطقة وطلب منك زكاة سمسم أديه زكاة سمسم من دو بدأخر وجاء التاجر اشترى منك السمسم دا اشترى السمسم طوالة تقوم تطلع زكاة قروش اللي هي العشرة اللي هي المطري وهكذا المحاصيل اللي ما بتقبل التخزين وكده يبقى بزكاة الدباع وتطلع زكاة زي الطماطم زي البتيخ البتيخ دو برضو تبيع تبيع البطيح قطة وتبيع شو ما بيحتمل البتيخ كم تطلع الغروشة العشرة وهكذا يبقى الزكاة هنا دو طبعا واجبة في كل المحاصيل البطاء من الأرض ويطلع زكاة ربنا يبارك ليه ويخلب ليه ويدي السواب العظيم سؤال ما اظن بعيد برضو من الزراعة في ناس كثير بيشتكوا من بعض الناس بيفكوا بهايمهم للزراعة وبتأكلها وبعض الرعاة بيكونوا سالحين قريبين من المزارع يعني حمى حول الحمى كما في الأثر يعني كيف الناس على من تقع المسؤولية حفظ هذه الدواب مسؤولية كمورة الأحاديث انه مسؤولية البهايم بالليل على أصحابه انه زول عندك بهايم أي ملح الحيوانات دي تتحكم في تحراسته يعني ما تتربطها خطها في الزريبة ما تنفكت ده ما تأكل خدار الناس أي مهيم من فكت بالليل أخذ الخدار الناس انت مسؤولية ما الغيامة مقدام ربنا أي يبقى الحيوانات دي حراسته بالليل على أصحابه بالنهار برضو على الراعي طيب البهايم دي تتفكت بالليل مش هتأكل الخدار الزول ده طوالي في الحالة دي بيقوم يشكلوا لجنة اللجنة تشوف التلب قدر شنوه تقدر بالقروش خمسمائة مليون ستمائة مليون مية مليون يدفع صاحب البهايم لألزأ صاحب الزراعة يأسع في كثير من المحليات والأغاليم عندها كده في بعض المحليات عاملة زريبة كبيرة وما قاعدين فوح الراس لقيت لك بهايم ضالة بالليل دخلت في خدار الناس تكفيله في الزريبة دي يصاحبه تيدفع غرامة وتديها اياه أما بهايم كتال لقيتها في خدار زول والأثلة فتحدر وتضلع دخله في الزريبة وما تفكه لأبي إذا لقيت لقيت تقدر التلب بتاع الزراعة تقدر المبلغ تلزم صاحب البهايم فعلا ما بغضل صاحب الزراعة حتى ندخله هايمة وتعالزريبة كمان يخد حق والتور علي كده الجمل علي كده قلت له يعملوا المحليات حفظ لك انت حراسي لك ما تفرط في بهايمك وكمان حب للزراعة طيب معنا أبو جدية من الجزيرة مرحب يا أبو جدية وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل نعم 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 أرفع صوتك شوية تاني أرفع صوتك أرفع صوتك عمل موسمي عمل موسمي نعم الحج نعم فقديت المناطقة تقديم ما فعلت طواف الوداع لحد ما ثلاثت حد الحرم ما فعلت طواف الوداع نعم لحد ما فعلت لحد ما فعلت الحرم فجرد أفرض اعمل حب المحلي مشيت يده يعني؟ نعم قيره رجعته قنات لك أنت أتركت طواف الوداع أو طواف الإفعابة؟ لما قل له قل له أعمل طاية وفا نعم أعمل طاية وفا أعمل طاية وفا أعمل طاية وفا قلت عن الأعمال وقبل وفا سبحان الله في الحالة هو مش عامل مع الله مش عامل موسمي يده فرصة بحي لكنه يؤدي عمل بك سواك ويده يحي لكن زولده لا طبطه وفي الإفاضة يقول الفاضة يلوك من أن كان الحج يبقى حج باطل خالص حتى الوقت بعرف وسعب نصه المر لكن ما طبطه في الإفاضة حج باطل أما إذا كان طبطه في الإفاضة وعمل كله أركان الحج ما عمل طواف الوداع حج صحيح لأن طواف الوداع اختلف فيه العلماء فريق منه قاله واجب فريق منه قاله سنة يبقى هو ما عمله نخطه قاله سنة يبقى حج صحيح يستغفر بس لكن طواف الإفاضة دركهم ثم هو الرقم الرابع أركان الحجم أربع الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة السعي بين الصفة والمر أي رقم من الأركان الأربع لذلك تركوا حج باطل هذه اللي مش سنة جاية عندهم الناس دائماً اللي ساعب البساطة اللي بيأجلوا الأمان المهني يتبقوا معاهم أنك تأدي عملك كل ما لقد لك فرصة تأدي منسك الحجي بتاعتك ما بتأخذ منه زمن كتير الضواء كله أخذنه نصف ساعة واللسين طيب ده بذلك لو كان ما حج حج الفريضة معناها على ولسه حج الفريضة طيب نحن يا شيخنا حج تاندالين في آخر هذه الحلقة نذكر الناس بالموضوعنا الأساسي اللي هو موضوع الرشوة ناس كيف تتعدوا منها وكيف يتحروا الصدق في مسألة الكسبة الحلال أي واقعي زولي عني أن نصيح لكل الموظفين حتى عندنا الوزراء الجداد ديلا وكل ناس الحكومة الجداد ديلا نصيح لهم أنه دينا النصيحة أنه زولي أنه أنا أدي أشغل الوظيفة والتحديدي دار يخدم مواطنيين دار يخدم المواطنيين أدي عملي ده بيهمة بنشاط بيئتقان وبيئف وبينزهب بأمانة اكتفي بالمرتب اللي عملت لي الحكومة والمخصصات والامتيازات اللي ما أزيد قليش ولا أشيء لقليش أدي عملي ده بصبر وبيتمام إن شاء الله عملت دي ربنا أديك الأجر والسواب العظيم لما قرنا الحديث اللو معيده تاني أن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة سلاسة زو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربه ومسلم وعفيف متعفف زعياء عفيف ما بيمدين المال العام متعفف لقى المال العام قدامه كان في مكان يشيل ما في ذول شيء فيه وغير ربنا لكن استحى من الله خان من الله تركه هذا من أهل الجنة يقول نحن نصيها عامة لكل الحكومة الجديدة دي إنها تتقل لها وتتذكر أنه يملغمح يجب قدام ملك الملوك كما قالت عليه صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن ماله من أجنى اتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما فعل فيه وعن عمري فيما أبلاه يقول لك يسألني مرغيان سبحانه بالتوفيق شيخنا الجليل الدكتور محمد عبد الحسن على أمل أن ألتقي معك إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوع القادم تحيات فريق العمل في هذا اليوم في هذه الحلقة على وقت التحديد نأمل أن ألتقي بكم ويدا مشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى